يعد نصب أثر من أبرز مخرجات يوم المرأة البحرينية في المجال الهندسي لعام 2017 والذي جاء إنشاؤه كنصب تذكاري يجسد تقدير وفخر المجتمع بنساء البحرين كفا هو من أبرز مخرجات يوم المرأة البحرينية في المجال الهندسي عام 2017 والذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار لتطلق من نافذته مسابقة خصصة للشباب البحريني لوضع تصوراتهم غير التقليدية للوصول إلى مشارف فكرة إنشاء نصب تذكاري يجسد تقدير وفخر المجتمع بنساء البحرين فتوضع اليد حينها وتشير بأصابع التميز نحو فريق أثر الذي عانقه الفوز وقتها لينبثق اسم المشروع منه ويطل نصب أثر بمجسم أخاذ سكنته تفاصيل هندسة مثالية ارتكزت على أربعة جوانب أساسية في كل منها إشارة لحجم الاعتزاز الكبير بالأثر المحدث الذي حققته المرأة تاريخيا ومن فكت تستمر في تحقيقه وهي ترسم أسس الحاضر وملامح المستقبل في هذه الجوانب قد أشير إلى البحر كدليل على عظيم الدور الذي كانت تقوم به المرأة البحرينية في إدارة شؤون الأسرة والمجتمع عند خروج الرجل في رحلات الصيد واللؤلؤ والمرأة كإنسان وما ترمز له من عطاء وأدوار متعددة كأم ومربية للأجيال إضافة إلى المرأة كشريك في البناء الوطني الرامي إلى رفعة المجتمع واستدامة نهضته وتقدمه وأخيرا وليس آخرا ما سكن في نصب أثر من مواطن ابتكار راعت جوانب الحداثة والمحافظة على البيئة لتستمد رونقها من رؤية شبابية تستلهم حماسها من إنجازات الروادي وتنظر للمقبل من الأيام بكل ثقة للمزيد من العطاء رمزية تصاحب نصب أثر لتسمو بمضامنها التي تؤكد على حتمية الاحتفاء دوما بعطاء المرأة البحرينية وبإسهاماتها وبمواقفها الوطنية على مر التاريخ باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع البحريني الذي ينهض بها لما لها من أثر بالغ في إعداد الأجيال القادمة ولمشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات الحيوية وارتباط شأنها الرفيع بنهضة البحرين الحديثة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة